لكن لازم أشير لخبر مهم أنه النائب العام أمر بإحالة المتهم بقيادة السيارة الغريبة دي اللي كانت في السويس تحت تأثير المخدر أحيله للجنايات هو موظف بإحدى الجامعات 47 سنة وأحيله إلى محكمة الجنايات المختصة فيما تهم به من حيازته بقصد التعاطي جواهر مخدرة في غير الأحوال المصرح بها وقيادته سيارة تحت تأثير هذا المخدر برعونة وعدم احتراز بطريق قائرة السويس وبيان طويل ولكن هي دولة تهم التي تم إحالته إلى الجنايات على أساسها ونيابة كانت قد حقاقت معه حبسته 15 يوم ودي قصة اللي احنا كنا بنتكلم عليها إذن قيادة تحت تأثير المخدر وأيضا إحراز جواهر المخدر وده اللي هنحاول نعرفه في القيمة الجاية هو إي نوع المخدر اللي هو كان بيتعطي